موسيقى موسيقى وتفوت عليك المحن ويمري بيك الزمان وانتي أغلى وطن وانتي أعلى مكان ومهما كان انتي مصر أهلا بيكو بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم اليوم كنا على موعد مع انتظار هذه الدعوات وهذه الخزعبلات وهذه الأوهام التي صدرها البعض عبر الإثير وظن هؤلاء أن مصر خفيفة الوزن يسهل أن تتقاذفها الأقدام ظن هؤلاء أن مصر أبارة عن قطعة من الفلين خفيفة الوزن لكن ظن هؤلاء دائما يمثل خيبة أمل لهم فالرهان كان على الشعب ووعي الشعب الرهان كان مبني على بنية تحتية لدولة بمعنى الدولة الحقيقة الدولة المصرية خلال السنوات الماضية استطاعت أن تحفر في الصخر وتنحت في الصخر وتبني أسس لدولة عظيمة بمعنى العظم الحقيقي الدولة المصرية ليست عبارة عن كرة يتقاذفها هؤلاء اللاعبون الدولة المصرية ما عادت يا سادة بتتوقف مزاجية شعبها على بعض الكلمات أو الخطب الرنانة أو بعض الشائعات هنا أو هناك شعب المصري فيما مضى ربما كان بيتابع ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي ويتأثر به ويسلك سلوكا نتيجة ما تأثر به من وسائل التواصل الاجتماعي لكن شعب المصري الآن ابتعد بشكل واضح على فكرة الكلام ابتعد بشكل واضح على فكرة التلويح بصور جرافيك أو صور غير حقيقية شعب المصري الآن بيعيش ومبارح قلت هذا كلام بيعيش الواقع الجديد بنفسه شعب المصري اللي موجود على أرض مصري دلوقتي هو اللي شايف وعايش ومتابع شعب المصري الحقيقي اللي ذاق الأمرين من عدم وعيه في فترة ما من حساباته الخاطئة في وقت ما شعب المصري الموجود دلوقتي على أرض مصر واعي لكل الخطط والمؤامرات اللي بتحك ضده شعب المصري الموجود على أرض مصري دلوقتي واعي ومنتبه تماماً للي بيعمل لحسابه واللي بيعمل حسابه واعي كمان للي شغلته فقط بيرتزق وبيثرى من الهجوم على مصري شعب المصري واعي شعب المصري مش محتاج حد يواعيه شعب المصري مش محتاج كلامنا شعب المصري مش محتاج ان احنا نقول له لو سمحت انتبه لو سمحت اخد بالك لأنه هو منتبه واخد باله قوي واخد باله جداً واخد باله خالص خايف على نفسه خايف على بيته خايف على أولاده خايف على بلده خايف على دولته خايف على أرضه خايف على عرضه خايف على مستقبله خايف على مضيه خايف على حاضره شعب المصري منتبه منتبه تمام الانتباه الشعب المصري النهاردة رفع ايده كل الشعب المصري وقال للرئيس السيسي تمام يا فاندم تمام يا فاندم انتباه تمام يا فاندم شعب المصري منتبه منتبه لانه الشعب المصري واعي شعب المصري منتبه لانه شعب متحضر شعب المصري منتبه لانه بيعيش التغيير اللي حاصل شعب المصري بيعيش تغيير حقيقي في الشارع مفيش مكان فيك يا مصر إلا وإيد الإصلاح امتدت إليه مفيش مكان فيك يا مصر إلا والإيد الحقيقية اللي بتمد بنفسها لتغيير واقع أليم كان بقاله عشرات السنين شعب المصر عايش وشايف وشاهد وربنا من فوق الكل شاهد وشايف وبفضل الله بفضل الله البلد دي محروسة ومحفوظة والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ثلاثا لم يخالجني شك لحظة برها في وعي هذا الشعب وفي ثبات هذه الدولة وفي انطلاق هذه الأمة وفي شرف هذا الرئيس والذي نفسي بيده لم أشك لحظة لحظة في انه هذا التوقيت هذا الزمن في هذا الحكم في هذا الجيل ان شاء الله هيرفع اسم مصر لما العالم كله يبص بإعجاب وفخر يقول هم دول المصريين كان فيه زمان أغنية لياسمين الخيام وهي بتقول المصريين أهم حيوية وعزم وهمة أغنية كنا بنشوفها في أعقاب الفوز في مباريات الكرة وكانت الأغنية المصريين هم إحنا اللي بنغني إحنا اللي بنغني الأغنية النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقريبا زي ما نفاهم خلي العالم هو اللي يقول المصريين هم خلي الدنيا اللي تقول وتتغنى تقول هم دول شعب مصري أنا مش هتغنى بنفسي وعن نفسي والنفسي لأنا أشتغل كل ما يحصل مشكلة أشتغل كل ما تحس بخطر اشتغل كل ما تحس بقهر وظلم اشتغل كل ما تحس إن العالم بره بيضبرونك ما كأيد اشتغل كل ما تتزنق اشتغل الشغل هو اللي وصلنا اللي احنا فيه الشغل اللي وصلنا اللي احنا فيه يا سادة انه الناس قاعدين برة ولو قعدنا نتابع التسخين اللي حاصل من ثلاث شهور من تسعين يوم الخطة موضوعة ان احنا يا خلاص نخليها ذكرى عايزين مصر الدولة والشعب يسيروا على اطراف اصابعه دايما الان دايما خايف دايما مترقب دايما بيبصوا يقولك يا رب عده على خير دايما يقولك هو يحصل ايه بكرة دي خطة خطة موضوعة لكي يتحرك الشعب المصري على اطراف اصابعه خطة موضوعة دايما عايزك في قلق دايما عايزك الان دايما عايزك مش مبسوط دي الخطة اللي كانت موضوعة ويقولك من في 25 يناير يلا نعمل بقى هنوقف البلد ونوقعها في ذكرى 25 يناير لا نجي في 36 يلا نوقع البلد في 36 تلحقونا يلا يا جماعة هاتوا الكاميرا وطاع للصوارى عشان خاطر البلد تقع في 36 ونستلمها بقى وواحد الحرية والديمقراطية ونغير ونعمل اللي احنا عايزينه كله بعد شوية هقولك لا في 11 11 بعد شوية هقولك في 29 هي 29 دي كان فيها ايه هي كانت ذكرى صورة عرابي ولا صورة سعد زغلول ولا مصطفى كامل ولا مصطفى النحاس ولا ايام محمد علي والاشراف مين صورة مين قالك دي اليوم الذكرى اللي ندى فيها المقاول العظيم اللي هو قائد ثورة الحانات ده اسمه قائد ثورة الحانات يعني ايه حانة؟ يعني خمارة يعني عشان ما باقولش لا اتحذق في اللغة العربية حانة يعني خمارة بيتلعب فيها الامار وبيتشرب فيها خمور وبيتعمل فيها كل الموبقات وبيعمل فيها العمل البطالة اللي انتو بتشوفوه في الصور بتاعته هل يليق بهذا الشعب العظيم ان فيه واحد دلدول طالع مولود ومتربي وعايش وبيصلي للخمارة وفي خمارة ده واحد قاعد زي ما قلت قائد ثورة الايه؟ الحانات هو ده اللي يظن ان هو يحرك الشعب العظيم المحترم جدعان مصر ورجالة مصر وعمال مصر طلاب مصر الشباب مصر شبات مصر هوانم مصر وبهوات مصر والناس الطيبين واهلينا واللي على المعاش واللي هنا واللي هنا انا بقول يا سادة هو ده الدلدول اللي هيحرك الناس دي والله يعيب والله يعيب طب والله يعيب هو الوده هو اللي قدامكو الوده الرقيع اللي قدامكو الوضع اللي مش متربي اللي قدامكم اللي هو موجود في هذا الشكل في هذا المكان في هذه الأماكن والأمكانة هذا الرجل أنا آسف مش رجل هذا الكائن يحرك يظن أنه يحرك كل هذه القامات والهامات من المصريين يا جماعة يخطئ من يظن أنه يعني هو دمين دمين يا ابني أنت مين صحيح يعني أنا 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 مش قادر أفهم إيه يعني يعز علي والله يعز علي بجد أنه لاقي واحد تافه سطحي جاهل يقول لك محمد علي يخرب بيتك مش مكسوف أنت مش مكسوف وانت بتقول محمد علي مش مكسوف هو ده القدوة بتاعت ده النموذج ده السياسي يا ابراهيم يا أخي منك لله أنا كنت هاتلي صورة سعني باشا هو قاعد عبد الناصر هو قاعد مصطفى باشا كامل هو قاعد أحمد عرابي باشا هو قاعد هاتلي يا أخي الناس دول أنهم قارث الثورات هاتلي عبد الفتاح السيسي وهو قاعد هاتلي أنور السلات هاتلي عبد الناصر هاتلي الشباب الناس اللي كانوا مجدين في سورة 19 وحطيني سورة الليل ايه ايه يا جماعة انا عايز قدوة للناس عايز أحط أنا لغاية اللحظة دي باشوف صور القدوة والزعماء والله لو قاعد لوحدي في غرفتي أشوف عبد الناصر ولا الناس دي بتبث فينا العزة والفخر والانتماء بص على الناس اللحة تقدي ايه وكانوا قدي ايه عبد الناصر مات وهو قدي على فكرة في السنة عبد الناصر مات وهو قوة في الخمسينات عبد الناصر مات من القهرة عبد الناصر مات من الشغل عبد الناصر مات من كتر مكان مهموم ببلده يا جماعة الناس البلد دي اللي احنا فيها دي البلد دي في تضحيات اتقدمت منذ فجر التاريخ وحتى الآن لغاية اللحظة دي في ناس بتضحي النهاردة انا بتحرك في شارع القائرة تحية والله تحية تحية فخر واعتزاز انا فخور انا فخور ان انا بحب هذا الرجل وبقول تاني في ناس تقعد تقولك اصل عبد الناصر واصله مش عارف مين واحد يقول اصلنا كان جدي كان باشا واممنا وهو تلاقيه كان اصل انشغال يعني مش عايز اتكلم بس انا بقول يعني مش دا الموضوع بس انا بقول انه دول الزعماء دول شكل الزعماء انا اسف والله انا اسف انا بقول كيف نقدم قدوة للناس كيف نقدم قدوة للناس انا فاكر ان الاستاذ حمدين صباحي كان يقول لك انا ناصر طب يا استاذ حمدين ازاي تكون بتحب هذا الرجل وتؤيد هذا الرجل التاني انا بسأل بس انا مش قادر اتخيل ان فيه واحد سياسي بحق بحق ممكن ان هو ينصاع لدعوة واحد لمؤخزة يعني رقيع زي 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 اسمه محمد علي ولا ايمان نور شايفين الناس شايفين الناس شايفين الشخصيات شايفين طلع باشا حرب جمال عبد الناصر شايفين محمد علي شايفين انا رسالات شايفين 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 الناس شايفين الناس شايفين الزعماء والزعمات شايفين الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بتكلم شايفين الرئيس هو بتكلم وهو بيطلع وهو بيقول يا مصريين لازم نبقى على قلب رجل واحد يا مصريين المستقبل بتاعنا هننجح 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 الرئيس هو بيحذر مرارا وتكرارا من قضية الوعي الوعي الرئيس طالما انه بيتحدث عن الوعي وبيتكلم عن الوعي وبيدعو للوعي حتى اقترحته هنا ان يكون هناك وزارة للوعي الخومي الرئيس عارف حاطت ايده على الجرح وعارف موضع الالم موطن الداء موطن الداء غياب الوعي اذا عنينا من غياب الوعي واصبنا الوعي بوهن او كان هناك ثقوب في رداء الوعي هنا كارثة لذلك بدأت الحلقة بقول وعي المصريين رهننا عليه ونجحنا ونجح المصريين انا بقول تحية من القلب الى هذا الرجل تحية من القلب تحية من الاعماق تحية حب تحية احترام تحية تقدير تحية بتحمل كل معاني النبل الانساني سيادة الرئيس اقول من هنا لست وحدك معا على طريق طويل نبني فيه امالا عريضة لهذا الوطن سيادة الرئيس من هنا اقول واردد اعانك الله وقواك الله ونصرك الله لانك هنا بتدير بامانة بشرف بوعي باخلاص ما شهدت البلاد منذ فترات طويلة سيادة الرئيس اليوم كان هناك شكر وهناك تقدير وهناك عرفان وهناك فخر وهناك استفتاء جديد على الرئيس وبرنامج الرئيس انا اسف برامج الرئيس وانجازات الرئيس وما تحمله هذا الرجل لم يتحمله في تاريخ القادة المصريين ما تحمله الرئيس السيسي خلال السنوات الست الماضية وما زال يتحمله لم يتحمله رئيس مصري على مدار اكثر من قرن من الزمان وهذه شهادة امام الله لم تكن مصر حتى ومصر كانت محتلة لم تكن مصر تواجه كل هذه التحديات لم تكن مصر في يوم ما تواجه تحديات من الحدود الخمسة سواء جنوبا انتو عارفين سد النهضة شمالا البحر المتوسط وتركيا غربا ليبيا وشرقا عندي حماس وعندي اسرائيل ونزل لي كمان من الفضاء الامن السبراني وغيابه والناس اللي بتحاربني عبر الاعلام الراقمة وغيره لم يكن عندي في مصر في يوم من الايام كل هذه التحديات ارهاب بناء اقتصادي لم يكن عندي في مصر كل هذه الحالات من الخيانة في الخارج لم يكن عندي في مصر اهتراء عربي بهذا الشكل لم يكن عندي في المنطقة هذا الاختراء الاقليمي لم يكن عندي على مستوى العالمي هذه الثنائية التي غابت واندثرت ولم يعد هناك الا قطب واحد كل هذه مشاكل تعرضت لها وتتعرض لها مصر ويقود بحكمة الربان الماهر المخلص الامين الرئيس عبدالفتاح السيسي والله والذي نفسي بيده مرة اخرى لا اجامل ولا انافق ولا ادعو من خلال كلامي الا فقط اني اشهد الله اشهد الله من هنا من هذا المكان ان كل كلمة وكل مفردة وكل عبارة وكل معنى اقصده حرفيا بشهادة احاسب عليها يوم الدين ما درى في مصر خلال السنوات الست الماضية لم تحدث والله لم تحدث وبالارقام على مدار ستين عاما مضت ما يحدث الان اعادة بناء الدولة الدولة التي كانت مفككة بيتم اعادة تركبها الان بشكل جديد لتصبح دولة بحق تصبح دولة مؤثرة في محيطها الاقليمي ومحيطها الدولي تصبح مصر بعدما كانت خارج كل المعادلات السياسية داخل كل المعادلات لا امن لا سلام لا رخاء الا بوجود مصر ولا حرب ايضا الا بوجود مصر من هنا لابد ان نقول لهذا الرجل شكرا لك نقول لهذا الرجل احسنت صنعا جزائك عند ربك بقول للرئيس بشكل واضع المكافأة المفروض الرئيس يحصل عليها او الجائزة اللي الرئيس يجب ان يحصل عليها لا جائزة نوبل ولا جائزة احسن مشروع اصلاحي ولا جائزة على الاطلاق ولا يبحث الرجل عن هذه هذه مسميات وانما جزاؤه وجائزته وتقديره عند الله سبحانه وتعالى واللي عند ربنا اكيد ما بيروح لا نريد جزاء ولا شكورة ان اريد الا الاصلاح ما استطاعت وما توفيقي الا بالله مصر العظيمة اللي مرت بكل هذه التجارب مصر العظيمة اللي مرت بكل هذه الازمات مصر العظيمة اللي مرت بكل هذه الخيانات بتقف بتقف وقف وقف الخلق ينظرون مصر العظيمة مصر اللي تفرح مصر اللي بجد اخوانا اللي دعوا لثورة اخوانا اللي دعوا بثورة قالوا ثورة في عشرين تسعة ويلا اخر يوم انا ناس والله العظيم لو قلتلكوا الناس بتبعتلي على التليفون وعلى الصفحات بتاعتي السوشال ميديا والحاجات دي يلا جاهز نفسك عشان بكرا ان شاء الله تتعلق في مدان التحرير يلا جاهز نفسك عشان قاطر بقى شوفتها تروح فين يلا دا انتهت كلام لا يمكن تتخيله مش على شخصي وانما على الصورة العامة هؤلاء الجالسون امام شاشات لا يملكون من امرهم شيء وانما فقط ينفذون تعليمات ان ثورة رقمية يلا عيثوا في الارض فساد يلا انشروا الشائعات انتوا عارفين الثورة عبارة عن ايه من وجه النظر هؤلاء قاعدين في مكان فسيح في حديقة او قاعدين في مكان مملوك لاحد هؤلاء المرتزقة ويجايبين مجموعة من الخرفان مقاعدينهم وعملين كرومة زي بتاعتنا احنا في البرامج وبيحط ناس ترفع لافتات ويتكلموا ويفرغ الكرومة ويجيب حط عليها شارع من الشوارع الالية بتاعت التزوير والتغيير وكل هذه التكارية اقنيات الحديثة اللي موجودة في كل المحطات والجزيرة يشغل عليها بقول لكم بتعمل ازاي انا دلوقتي عندي في الستوديو ممكن اجيب شوية ناس خمسين ستين واحد وعضو اصور بالتليفون اصور بالكاميرا وبدال ما يبقى عندي ديكور زي اللي حضرتك شافين ورا مني هيتحول هذا الديكور الى شارع رمصيس هدلوقتي يا وليد يا وليد يا وليد انت وليد مش معاي وليد بيلعب في التليفون طيب انا عايز عايز دلوقتي تقدر تجيب لي مثلا شارع معين وانا قعب اتكلم يعني طيب اي شارع من الشوارع لايف حتى يعني يجيب هدلوقتي وراي وانا عمل اقول وارفع لافتات وغيره شغالين هذا الكلام شغالين وانا بقول ان الشعب المصري هو الشعب يقول لك هو فين فين اللي قالوا عليه هو حد يا مصريين يقدر يعمل حاجة وانتم موجودين هو حد يا مصريين يقدر يعمل حاجة في مصر واحنا كلنا موجودين ده احنا نموت 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 والموت سهل يعني نموت مش حاجة صعبة يعني مش اختراع يعني بالمناسبة عادي العظماء ماتوا والحقراء ماتوا عادي جدا لكن بقول تاني النموت مش عرف في الاخر احنا ميتين ميتين صحيح الحاجة الوحيدة اللي لا خلاف عليها في الكون كل حاجة مختلف عليه الاديان مختلف عليها والذات اللي مختلف عليها والانبياء مختلف عليهم والنظريات والايدول كل حاجة مختلف عليها حبه كله مختلف عليها الحاجة الوحيدة اللي لا خلاف عليها هي ايه الموت كلنا ميتين طالما ميتين ميتين ياخي موت بشرف ياخي موت مرفوع الراس ياخي موت من اجل مبدأ موت من اجل بلدك هل ينفع ان واحد يموت في طيس يعني يموت كده في اسكات موت الجبناء موت يا سيدي موت الجبناء يلا مع غيرك رقم موت بشرف من اجل مبدأ من اجل قيمة وهل هناك مبدأ او قيمة اهم من بلدنا اهم من وطنك اي وطن كل الاوطان غالية النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة لما طرد من مكة الى المدينة لما اضطر يهاجر من مكة الى المدينة بص المكة كده بعيد وخلاص هيبكي وقال والله لانك احب البلاد الى قلبي ولو لان اهلك اخرجوني منك ما خرجت النبي اللي مبعوث بعت للعالم كله بيقول ان مكة احب بلد الى قلبي هنا الوطني هنا النبي اللي مبعوث للعالم كله بيحب مكة هو بيحب مكة بلدوه وطنه يجي الاخوان اللي جاءوا بدين جديد يقولوا توزف مصر ومن هنا انا اقول ان هؤلاء ليسوا مسلمين من هنا اقول انه عندهم دين اخر عندهم نبي اخر النبي بتاعهم حسن البنة مرة ومين مرة دول بدوحهم خلاص وتحسوهم جميعا وقلوبهم شتى واعين في بعض في تركيا وفي لندن وفي ايه وفي اسقاع الارض ربنا كتب عليهم الغلب لانهم منافقين ربنا كتب عليهم التشرد لانهم غير صادقين ربنا كتب عليهم التيح في الارض وروحوا في الارض وقول لك ايه قل فسيحوا في الارض ما يشسيح في الارض ده هو هربان مزعور خايف مرعوب ليه لانه لم يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجه دول قاعدين بقى لهم مئة سنة بيحكي ابراهيم مونير مبارح الاحطل الجديد اللي جابوه رافع وبتكلم يقول احنا بقى لنا مئة سنة موجودين وده معناها ان احنا على صواب يا سيد ابراهيم ازا كنت جاهل فانت جاهل الحركة الصغيرية اقدم منك وبقى ايه الماسونية اكتر منك وبقى ايه الجماعة بتوعها المانيا اللي هما النازية النازيين الجدد موجودين يعني فكرة بقاء مسمى التنظيم مش معناها انه ناجح لا مش معناها انه ناجح على الاطلاق وبقول تاني انت قبلك مئة سنة بتقول انا جماعة دعوية مش جماعة سياسية تنظيم دعوي يعني ايه دعوة تنظيم يعني يعني ايه تنظيم سري بيدعو له الله ومع اسلاح يعني فيه تنظيم فيه حد بيقول احنا جماعة دعوية نقول دعوية يعني دعاء يلا ويدعي الناس يا رب اقول يا رب مع اسلاح بترهب الناس بتقتل الناس الموضوع من غير فلسفة بقى مغير ما يخش الفلسفة وتاريخ قواعد الجماعة وتاريخ الجماعة وأهل الشر وفلسفتهم الموضوع مبساطة لاهلينة كده بقول هو فيه مصر ايه يا خلق ايه يا عالم فيه حد بقول يا رب بقول يا رب وبيستخدم السلاح في حد بقول يا رب وبيشتم في حد بقول يا رب وبيلعن في حد بقول يا رب spectérer هم دول بقولوا يا رب قدامنا في العلن وبيفجروا ويضرابوا ويعملوا ويسخروا ربنا بقول لا يسخر قوم المنقوم وهم شغالين على الصفحات انا بتكلم عن نفسي حتى على اقل شتايم وسخرية وقلة ادب وقلة دين وقلة رباية وقلة مروءة وقلة نبل كل اللي انت عايز تقول ازاي يستقيم واحد معلق بأسطر الكعب بقول يا رب وهو عمال يشتم ازاي واحد وهو عمال يكسر ازاي واحد بقول يا رب وهو عمال يخرب ازاي واحد هو عمال يقتل الدم اللي سقط الدم اللي سال في مصر منذ 28 وحتى الان في رقبة مين كل الاخوان كل الاخوان مش حسن البنة ولا خيرة تشاطر ولا محمد مرسي ولا مش عارف عبد الرحمن السندي ولا مين لا 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 ولا محمد كمال ولا جماعة الحسم لا 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 خالص كل الدماء التي سالت في مصر من 1928 وحتى الان في رقبة كل اخواني بايع وكل اخواني تعاطف وكل مواطن سكت على متعاطف او على اخواني كل الدماء في رقباتهم جميعا من اول القاضي احمد الخازندار مرورا برئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا والشيخ الذهبي مرورا برفعة المحجوب رئيس مجلس النواب مرورا بهؤلاء الذين قتلوا في ظلما وزورا وبهتانا في مدريت امن السيوت مرورا بهؤلاء الذين تفجروا بهم المساجد والكنائس مرورا بكل هؤلاء الضحايا من الضباط ومن الجنود ومن الاهالي ومن المسلمين والمسيحيين كل هؤلاء في رقبة من كل اخواني تعاطفة او بايعة او سكتة على ما يقوم هي في رقابكم الى يوم الدين في رقابكم كل هذه الدماء فكرة ان احنا نحول الازمة الى ان هما مضطهدين نحول الازمة لان هما اللي مظلومين فكرة المظلومية الشعب الناس المجتمع فهم خلاص انتو بتلعبوا سياسة ولا دين يعني انتو عايزين توصلوا لحكم يالله اعمل حزب سياسي واشتغل لكن انت ما كنتش كده بالاول انت من اول 28 وانت بتستخدم قال الله وقال الرسول وبتنصب نفسك وكيلا عن رب العزة دون توكيل وفي نفس الوقت بتقول انا حزب سياسي انت عمرك ما كنت حزب سياسي عمرك ما لعبت سياسة عمرك ما كنت بتلعب سياسة الا فقط باستخدام الدين للوصول الى الناس وتحويل الناس الى اصوات انتخابية وتحويل الاصوات الانتخابية الى مناطق نفوذ وابتزاز للدولة لتحقيق اغراض مش حكم على الاطلاق اغراض بيع اوطان اغراض بيع اوطان شوفوا مين خان شوفوا محمد مرسي اللي بقولوا عليه ده اهبل واحد الجماعة لا 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 كانش اهبل واحد كان قاعد مع كارتر بيتناولوا الملف فاكر الملف الملف اللي محمد مرسي الداه لجيمي كارتر في المؤطم في مكتب الارشاد ومعهم بديع ومعهم مين ومين الملف ملف مفوش مصحف مفوش مصحف مفوش البخاري ولا مسلم الملف كان فيه اتفاقية بين الاخوان وبين الادارة الامريكية بما يخص زيناء الملف كان فيه خيانة انا بقول لهذا الكلام ليه لانه لما يجي النهاردة احفاد حسن البنة اليهودي الاصل بيرفعوا دعوة للثورة والفوضى انا بقول الاخوان بقالهم مئة سنة مش مئة سنة بالضبط يا ابراهيم من 28 لغاية 2020 كم سنة دلوقتي اتنين وتسعين سنة مش معي الكنترول فصل مني الكنترول فصل مني انا قاسف يا جماعة والله معلش عندي عندي كم سنة دلوقتي من من 28 وحتى الان اتنين وتسعين سنة اتنين وتسعين سنة الناس بيشيلوا سلاح اتنين وتسعين سنة الناس بتقتل اتنين وتسعين سنة الناس بتكفر اتنين وتسعين سنة الناس بتغالي اتنين وتسعين سنة الناس كراهة الناس في الدين 92 سنة شغالين بيقولوا إحنا دعاه إلى الله إحنا دعاه لقضاء وإعلم الإسلام مني لا تسمع عني وإسمع أي كلام في أي كلام وفاكر أنا كان لهم دعوا زي ما يقول لك إيه يقول لك لا نريد أن نحكم بالإسلام وإنما نريد أن نحكم بالإسلام دبنا عندي والله فيديو يريدت أبراهيم تشغله إلا أسمعت أبراهيم بتاع القرضاوي ده هو عمال التكلم يقول لهم إيه يقول لهم اوعى تخرج على ولي الأمر اوعى تخرج على ولي الأمر لأنه الدين بيقول لك أطيعوا الله ورسوله وأقول الأمر منكم وجاء القرضاوي إمتى الكلام ده اكتشافته ليه تقول أيها محمد مرسي يا أخي بيستخدم الدين بيطوع الدين بيلوي معنى الآيات والأحاديث لتحقيق مصالحه أي شيء هيليقلك من الدين حاجة عشان وأنا بقول هذا ليس ديننا ليس ديننا كان محمد الغزالي بيكتب في الشعب جديد الشعب في آخر صفحة هذا ديننا وأنا بقول هو فعلا كان عنده حاء كان عندهم دين مختلف عندنا احنا مؤمنين موحدين بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبثوابت الدين وما ثبت من الدين بالضرورة وبكل شيء في الدين وكل ما بيثبت قولا أو تقريرا عن رسول الله بنلتزم به فاحنا مسلمين مؤمنين الحمد لله نرى بأعين مجردة ونرى بأعين يعني حداد واضحة نرى هؤلاء في ضلال مبين والله في ضلال مبين نرى هؤلاء في عملية أكبر عملية تهجير وأكبر عملية اغتراب وأكبر عملية ابتعد عن الدين قام بها الإخوان المسلمون من 1928 وحتى الآن أنا لست أتكلمه الملف اللي مسكه محمد مرسي وقدامه اسمه خيرت شاطر ومحمد بديع وده جيمي كارتر رئيس الأمريكي الأسبق بيدينه ملف الملف ده في إيه حد يقول لي يا جماعة الملف ده في إيه في مصحف مانا ده سؤال هل الملف اللي بين الإخوان المسلمين وبين الإدارة الأمريكية في حنها ده كان بمثابة إيه هل الملف في مصحف الملف في حديث الملف في إيه الملف فيه بيع في تنازل في كل هذا هم دول الإخوان اللي بقولوا إحنا جماعة دعوية أنتم كاذبون إلى الإخوان المسلمين في أسقاع الأرض أنتم كاذبون أنتم ضالون أنتم مضلون يعني ضال ومش ضل وبس يعني مش ضل الطريق وبس وكمان مضل أنتم ضالون مضلون أنتم كاذبون أنتم بعيدون كل البعد عن تعليم الدين وتعليم القرآن وتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم كاذبون تعاملتم مع أعداء الوطن تحالفتم مع الشيطان تحالفتم مع الحركة الصهيونية الدولية وأنا بقول هنا هذا الكلام وأشهد الله على صحته أنه الكلام دا قاله لي نصا السيد كمال الهلباوي قال لي هذا الكلام في 2012 قال لي أنه فيه لقاءات تمت بين الإخوان المسلمين في مصر بقيادة مهدي عاكف ومعاه زعيم حزب الحزب التركي أبراهيم اسمه إيه نجم الدين أربكان حزب الرفاة نجم الدين أربكان مع محمد مهدي عاكف بحضور كمال الهلباوي وهم بيتكلموا على علاقة الإخوان المسلمين بالحركة الصهيونية الدولية دين إيه بقى دا الموضوع مش دين خالص الموضوع ليس بدين لأنه ما ينفحش أقولك انتخبني أنا مسد داخل الانتخابات انتخبني ليه يا عام أنا رجل الله في الأرض مين قال يا عام وأنا معاه توكيل انتخبني عشان رجل تقي مين يعرف جوه قلبي إيه انتخبني عشان رجل بعرف ربنا مين يشقاف فبالتالي فكرة أنك بتقدم نفسك أنك منذوب الله في الأرض غير صحيح غير صحيح المهم اليوم 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 بنؤكد وبيؤكد الشعب المصري عظمته من جديد وبيؤكد نبذه وكراهيته لكل ما هو فوضى ومن وراء الفوضى من الإخوان والأنركية وشركائهم النهارده صفعة مصرية من الشارع المصري إلى الإخوان في كل مكان وإلى أتباع الإخوان في كل مكان النهارده يا مصريين خلاص كلمة ثورة كلمة ثورة ثورة بناء ثورة عامل الثورة ثورة تصحيح ثورة تصحيح مصرية لكن ثورة الفوضى خلاص النهارده أستطيع أن أقول اليوم انقطاع الثورة الشهرية والسنوية للإخوان وانتهوا إلى الأبد قولاً واحداً ما في ذلك شك الناس اللي بتقوله مظاهرة ويا سيدي ما هو اللي مش غرمان يقول زي ما كان بيقوله زغرات يا اللي منتش غرمانة اتظهر يا اللي منتش غرمانة المظاهرة دي هي بالنسبة لنا الكلام وإنها الدعوة للتظاهر والدعوة للثورات دي بتعطلنا بتعطلنا عن شغلنا بتعطلنا أن احنا نقول هبنعمل إيه تخوف الناس لكن النهارده أثبت الشعب المصري للعالم كله إنه دولة بناء وشعب بناء مش شعب فوضى على إطلاق تعالوا شوفوا معايا بقى رد فعل بعض المصريين لطفاء جداً وهم بيترياءوا على فكرة الثورة تعالوا شوف هاتل إبراهيم أهو واحد بيقول إيه القرف والزهق ده هما فيه راحوا فيه قعد مستني وجايب قنوات العالم كله واجيب لب واعمل كل حاجة في انتظارهم وبرضه مش لاقي حد ولا حتى خبر إيه القرف ده ده خلد عن خامون بيترياء عليهم تعالوا شوفوا بقى نونا السيسي بتقول حد يقول للثوار إن 20 ستمبر موافق موافق حد مش جمعة يعني غيره بتكلموا على إنهم أجازة تعالوا شوفوا مزيع مكملين بيسأل محمد علي بيقوله لو فشل يوم 20 ستمبر إيه الحل محمد علي قال له هننزل 20 ستمبر السنة اللي جاية السنة اللي بعدها غيره يا ابني غيره غيره خلا نشوف الناس الناس الجدعة صلاة الظهر خلصت من بدري والعصر كمان والمغرب كمان أهو وهو دخلين على المغرب فين الصورة يا جدعان بصراحة دي مش مواعيد خالص ورانا أكل عيش غيره يا ابني ديو المصريين قلتوا هتنزلوا قلنا تفضلوا بارطاعة قلتوا نزلين يوم 20 قلنا ومالوا نزلوا قلتوا هتنزلوا فجأة واتخضونا قلنا تفضلوا خرعونا قلتوا بنا وبينكم يوم 20 قلنا ماشي وجه يوم 20 قلتوا نزلين تحت بيوتنا قلنا ومالوا الجو حر هاتلي يا ابني دي ادي ادي لمحة سريعة من ما جرى ومن مخيل ومن ما قاله الشعب المصري لكن طبعا على النقيد تماما على الناحية الاخرى تماما النهاردة هتلاقي فيه محزنة النهاردة الاخوان عاملين صرادق عظيم في كل مكان بر مصري ليه بيقولوا يا خراب مستعجل اتهزمنا احنا اللي حصل لنا ما حصلش مش عارف لمين وهو بيعمل ايه النهاردة ادي عمر واكد هو بيقول بيعيط بيقول يا رب احفظ مصر وان شاء الله الثورة قامت وبيقول الحق اهو الجيزة بتناوش يلا فيه نافس هيطلع والجزيرة بتقول عاجل المتظاهرون في محافظة الجيزة يطالبونها برحيل النظام والجزيرة مباشر بتتكلم متظاهرون مصريون يرددون هتفات مناهضة للسيسي والجزيرة بتتكلم بتقول منظمة العفو الدولية السلطات المصرية ارادت ايصار رسالة مفادها ان اي شخص يجرؤ على امتقاد الحكومة ستم ملاحقته الجزيرة جزيرة والاخوان اخوان والرقاعة رقاعة والانحطاط الاعلامي اللي موجود في الجزيرة والاخوان شغالين لكن احنا بنقول بلدنا بخير وناسنا بخير وبالليل هتشوفوا البرامج بتاعتهم وهم منكسرين بيفكروني بالزبط زي 20 سبتمبر السنة اللي فاتت فاكرين بعد ما قالوا الحق صورة يلا صورة بسم الله صورة الله اكبر صورة هنخرب البلد هنواقف البلد هنشيل الحكومة ونشيل السيسي ونجيب محمد مرسي من القبر يحكم من جديد قالوا هذا وقالوا بيننا وبينكم وكأن الجنائز يقولون بيننا وبينكم 20 سبتمبر بيننا وبينكم الشوارع بيننا وبينكم الميادين نقول بل بيننا وبينكم رب العزة الذي لا يغفل ولا ينام تعالوا نتذكر كيف تعامل وكيف تجاوب هؤلاء مع ما جرى في العام الماضي وبتكرر النهاردة لعنة الله عليهم وعلى إعلامهم وعلى زعمائهم وعلى مرشدهم تحت أقدامنا جميعا بر أمس ذكرى 25 يناير زي ما قلت لحضراتك ولم يحضر أحد هرجعتاني لشغل في التمثيل ومش هتكلم تاني في موضوع السياسة كلام انفعالي محمد شخص انفعالي وقل في قلبه على لسان بيقول لكن لا يأس دي مصيبة دي كارثة مش مهم الممثل والمقاول محمد علي اعتزاله العمل السياسي وعدم تحدثه في السياسة مرة أخرى خلاص محمد علي خلص تكرروا بل اشتركوا في القناة بقى تطلبوا عربات أمن مركز يتوصلكوا من البيت للميدان ده اللي ناقص يعني ده الواقع لكن لهم دلوقتي ده أنا طبعا يعني عايز أشكر صديقي واخوها العزيز المحترف المبهر تامر الخشاب ده الفيديو من صنع يديه وبقول تاني انه ان شاء الله فيه حاجات تاني وتالت ورابع بس مش هنلحق لانه الناس دي هتسلم قريب هرجعلكوا دلوقتي وفرحكم وقول لكم اللي بيحصل مع تركيا في كل حوال يعني مصر كبيرة ومصر بخير ومصر عفية ومصر قوية ومصر شعب مصر شعب محترم شعب عظيم اعتقد انه كل واحد من هؤلاء الكلاب النابحة يحط لسانه في بقه وما يسمعناش صوته الى ان يتم تسليمه هنا خلال الفترة القادمة بقول انه خلاص كل واحد يعرف مكانه ومكانته كل واحد يعرف مركزه وما تعطلناش احنا مش فاضيين الوقت اللي خدتوا في الحلقة الساعة اللي خدتها في الحلقة وانا بتكلم عندي مشروعات والنهاردة لا اروح الاحسن للي عندنا النهاردة لانه ابراهيم بيقول لي محمد علي كان بيهدد الناس بيقول له منزله يا ولاد كذا اصلا لسان طويل مش عايزة الله فيكم والرؤون سمعهن ابراهيم لا سمحت مش حينفع ننزل مظاهرات زغيرة واحتجاجات زغيرة مش عايزة سيب بغلعا ده نلساني طويل كده مش عايزة سيب بغلعا ده نلساني طويل كده ايه ده يا جماعة ده لا لا خليلي ابراهيم لا سمحت الصورة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعة ده لا 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 ايه ده ايه ده شغلها لي تاني لا سمحت لا شغلها لي تاني يا ولاد لا سمحت فضلك مفضلك مش حينفع ننزل مظاهرات زغيرة واحتجاجات زغيرة مش عايزة سيب بغلعا دانا لساني طول كده مش عايزة سيب بغلعن دانا لساني طول كده انا مش قادر اقول لك غير حاجة واحدة بس يا محمد علي الله اللي عن البطل اللي شلتك فعلا فعلا والله العظيم ثلاثة حقير برخصة وتربية حنات وتربية خمرات وعيب عيب 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 والله عيب انا فعلا انا مكسوف مش مكسوف منه لانه هو لا شيء انا فقط مكسوف من الناس اللي كانت بتقول محمد علي على لسانه وانا مبارح قلتلكم انا والله بعد ما خلص الحلقة هروح اقتسل لانه قلت اسم محمد علي والحمد لله ما قلتش اسمه اي من نور استغفالله العظيم استغفالله العظيم طيب خليني بقى اروح بقى بسرعة الى فاكرين مبارح قلت لحضراتكم على خلاصة موضوع المصلحة بين مصر وبين تركيا قلت لحضراتكم مبارح باختصار شديد يعني وقلت فيه زي ما قال رئيس تركي وزي ما قال وزير خارجيته وبيان الخارجية بتاعنا مبارح كان صفعة لهم لمنافسكم وانتو خليكوا رجال الخارجية المصرية اللي تركية خليكوا رجال عايزين مصالحة عن الشروط مش عايزين اخلاصه ده الخلاص شوفوا النهاردة فيه تصريحات نشرتها موقع الشرق الشرق اللي هو اللي هو تابع لوكالة الوكالة الامريكية بلومبرج شهيرة موقع الشرق بيصدر من المنطقة العربية وبيتبع بلومبرج او منبثق من بلومبرج فيه تصريحات قوية جدا في هذا الموقع هنستعرضها يعني مع حضراتكم لاحظة 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 يا برهما يشغلني وانا اطلع بسرعة اهو الاجتماعات التركية المصرية لم تحقق تقدما بسبب تمسك مصر بضرورة تغيير تركيا سياستها بشكل واضح ومعلق بعدها تركيا تعهدت بمنع قادة الاخوان الحاصلين على جنسيتها من ممارسة اي نشاط معادل الدولة المصرية معلش لحظة دي دي معلومات شيء في مؤكدة على قودة الشرق اه اللي هي تابعة لوكالة بلومبرج عن مسئول مصري او مصدر مصري بيقول هذا الكلام وانا هذا الكلام اصدقه او هذا الكلام يلزمني بيقول انه تركيا بتقول لهم اه هنمنع قادة الاخوان اللي عندنا ان هما يهاجموا مصر مش هشتغلوا في السياسة يعني مصر بتقول نسلم هما بيقولوا لا احنا هنقليهم تركيا تعهدت بمنع قادة الاخوان الحاصلين على جنسيتها من ممارسة اي نشاط معادل الدولة المصرية ادوا منحوا الجنسية لمجموعة من الاخوان هناك زي محمد ناصر ومش عرفت ايمن نور ومين فبيقولوا احنا مش هنسلموا هولكم عشان معاهم الجنسية التركية لكن بنتعهد ان هما لن يمارسوا سياسة يعني اقولوا ايمن نور يا ايمن اقعد في بيتكم واخد فلوس ومحمد ناصر اقعد في بيتكم واخد فلوس و الى اخيره مصر رافرت طبعا هذا الكلام المصدر بيقول تركيا قدمت لائحة اخرى فيها اسماء عدد من قادة الاخوان الذين حاصلوا على الجنسية التركية بما يمنع تسليمهم احنا بنقول عندكم الارهابيين المطلوبين الاخوان اللي غير عايزين نسلمهم بش انت عايش صالح نيه انت اللي جايب الطب بتخبط على بابي انت اللي جاي تقول لي زعلان ليه بقول لك يا سيدي عندك ارهابيين وعندك مطلوبين سلمهم لي قال لي والله اذا نددهم الجنسية طب وبعدين قال لك انا بتعهد لك ان هم لن يمرسوا العمل السياسي مرة اخرى هات يا ابراهيم غير الاستخبارات التركية ارسلت رسالة جديدة تطالب مصر بفصل التنسيق الامني عن ملفات سياسية والقاهرة رافرت ذلك تماما بمعنى الاتراك قالوا تعالوا نتفق مع بعض فيه تنسيق امني واستخباراتي ملتزمين بيه نتفق ونمضي وتماما السياسي بلاش ليه يا سيد قال لك يعني سيب السياسيين يتكلموا بقى وشين هاجم بعض نشتم بعض مش مشكلة لكنها من تحت متفقين نفس الناموزج الاسرائيلي هو عايز يطبق مع مصر الناموزج الاسرائيلي اتفاقات امنية واقتصادية تحت وفوق سياسيين بيشتموا في بعض مصر قالت لا احنا بوش واحد مصر ترفض عرضا تركيا ان نكون نتعامل بسياسة الوجهين مصر لها وجه واحد القاهرة جمدت اي مفاوضات او محاولات تنسيق امني مع انقرة على خلفية استمرار تصراحات المسيئة لمصر تركيا وبحسب التقديرات المصرية باتت في وضع ضعيف جدا من الناحية الاستراتيجية وتريد من يلقي لها طوق النجاح اذا التحركات التركية للدولة المصرية فيما يخص المصلحة والنبي صلحونة الصلح خير الصلح خير تعالى نتصالح والصلح خير واذا جناحت السلم فاجنح لها كل هذه المفاهيم التركية يلا يا جماعة عشان مصلحتنا هو بمثابة شعور تركيا بالانعزالية شعور تركيا بالانهزامية فده بمثابة طوق نجاح لكن مصر هتلقي طوق نجاح لاردغان ونظامه على حساب المبادئ لا والله الرئيس التركي وكبار مساعديه حاولوا بشكل متكرر التصريح بوجود اتصالات مع مصر من اجل منع انهيار هذه اللقاءات غيره يا ابراهيم تركيا تريد مفاوضات سرية اللي تريدك علامة شوية فقط وليست علنية مع مصر وان يكون هناك فصل بين الملفات الامنية والساسية اللي شرطة لحضراتكم من شوية تركيا تستضيف عناصر ارهابية شديدة الخطورة على الامن القومي المصري وهذه العناصر تتخذ من تركيا منطلقا لتنفيذ مخططات ضد مصر دي حقيقة احنا عارفينها كلنا بنشوفها ليلو نهار طيب مصادر مصرية للشرق انقرة تطلق في العالم تصريحات تستهدف مصر وفي السر ترسل طلبات الاجتماع المصريين اللي هو فكرة سياسة الوجهين اللي بتمارسها تركيا مع اسرائيل عايزة مصر تمارس معها الازدواجية يلا مع بعضه وتحنا حبايب وحلوين تحت الترابيزة فوق الترابيزة اللي عد نشتبها عشان ايه الاخوان ما يزعلوش وعشان نقعد نتاجر هو دا اللي بيعبيله اردوغان غيره يا ابراهيم المسؤول التركي قدم قائمة بأعضاء الاخوان في تركيا تضم اسماء يمكن تسليمهم فورا ولائحة باسماء يمكن التفاوض علي دي بقى معناه ايه الجمال الاتراك لما لقوا مصر يعني متشددة في تسليم الناس قالك طب في قائمة هندهلكم يعني القائمة دي مسلا تلاقي زي الود مين يا ابراهيم يعني لا في موجودين سامي كمال الدين مسلا محمد نصر لسه مخدش الجنسية حمزة زوبع مخدش الجنسية لسه يعني الناس دي اللي هم مخدش الجنسية قالك هنسلمهم المسؤول التركي قدم قائمة بعضاء الاخوان في تركيا تضم اسماء يمكن تسليمهم مين لا يسلمهم العيال الهافا العيال الكاسر هيسلمه سامي والعيال دي يعني العيال دي مش فارق معاهم والوالد التاني اسمه ابراهيم الوالد اللي بيطلع بعير واحد احد بيطلع يقعد يشتفى مصر عبدالله الشريف والناس دي كل هؤلاء عبدالله الشريف في قطر يا ابراهيم وهيسم ابو خليل ولقيحة بأسماء يمكن التفاوض معه قالوا دول نسلمه لكم كم اسم ودول خلينا نتفاوض معه تديني ايه وديك ايه يبقى انا بقول بقول بشرة بشرة بسخر طبعا بالكلمة بشرة في القرآن فيه بشرة وسخرية بشرة للاخوان انه هتتسلموا هتتسلموا ايها الخرفان الموضوع دلوقتي مش هتسلموا ولا لا مين هيتسلم الاول ومين بعد ايه وايه الاخيره ده احنا انا بقول الجمهور والله ده احنا نشتغل شغل ده انا سعيد سعادة ده انا موضوع المصالحة مع التركية في الناس تقولك ايه يا عم انت تلاقيك زعلان ده انا فرحان ليه لان دول هتجوننا نشتغل معاهم نعمل حوارات معاهم ونشوفهم والشعب المصري يفرح والله والله فرحة الشعب المصري بتسليم هؤلاء لا تتخيلوها قد ايه هؤلاء الحقراء هؤلاء الذين لا لا يملكون من امر نفسهم شيئا باعوا نفسهم للشيطان دول الشعب المصري هيفرح جدا هيسعب جدا لما يلاقي محمد ناصر زي الكلب ومعتز مطر زي الكلب وحمزة زبع زي الكلب والله العظيم الكلاب عندهم وفاء انا باعتزر للكلاب والله والله العظيم القاهرة طالبت انقرة بتغيير السياسة التركية العدوانية تجاه الدول العربية هنا بقى هنا مصر الكبيرة هنا مصر الكبيرة يا سادة مصر بتقول لتركيا لا هو انت عايز تصالحني في الظلمة ولا ايه لا يا حبيبي في النور وتديني دول تسلمهم لي وكمان لا يا حبيبي انا واهلي انا واحبائي انا واصدقائي انا والدول العربية والدول الاوروبية ايه قالوا اه عندنا في الدول العربية اصدقائنا وحلفائنا في التجمع الرباعي اللي هو الامارات والسعودية والبحرين لازم يا حبيبي تصالحهم وتتوقف تقطع لسانك عن الهجوم عليهم وكمان اصدقائنا في اوروبا ابرس واليونان من فضلك لازم تخرج من الارض العربية في العراق وفي سوريا وفي ليبيا ايه ده شايفين العظمة شايفين البلد الكبيرة شايفين يا مصريين بلدكم شايفين يا مصريين رئيسكم شايفين لما يكون الواحد قوي بيتكلمش 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 لا بيهاجم ولا بيشتم ولا بيصخر بيشتغل بيشتغل بس لن اعيدكم الا بالعمل ولا اطلب منكم الا العمل اللي حصل الاطراق جايين اذلاء والله في حال الدل جايين يا جماعة ويجماعة احنا معاكم اللي انتو عايزينه هنسلمكم ناس ونعمل كزا ونتفق مع بعض ونرسم الحدود بس والنبي الله يخليكم متفضحوناش والنبي الله في الدر الله يخليك في السر ويهه تمام وبيكلم مخابرة بتاعتهم بتكلم مخابرة بتاعتنا وقولوا في السر مصري قالت لا سر ايه احنا سياستنا واحدة مش اتنين ما عندناش ازدواجية الغرف المغلقة اه بنقعد لكن في الاخر ما نقوله في الغرف المغلقة نقوله عبر الشاشات احنا عندنا سياسة واحدة بس انتو بتمثلوا عندكو وشين وثلاث وشوش ووجوه متعددة احنا ما عندناش احنا دي الكلمة الترجمة 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 الحرفية لكلام اللي قاله عبد الفتاح السيسي منذ سنوات يا مصريين ولم تنتبهوا قال ان احنا بنعمل بشرف في وقت وفي زمن عز فيه الشرف هو ده هو الشرف شرف المصريين الاطراق عايزين نصلحنا في السر قلنا لا في العالم نسلم الناس وقبل دة كله انا مش هبيع اصدقائي مش هبيع مين اصدقائي مش هبيح الأولفائي مين الاوروبيين والعرب مين العرب العراق ارضا محتلت لا تفضل منها لو سمحت سوريا لو سمحت تفضل اخرج الامارات لم لسانك ع الامارات لم لسانك ع السعودية لم لسانك ع البحرين لو سمحت من فضلك يلا نحل المشكلة الكبروسية نحل المشكلة اليونانية مصر تشتغل بقالها ٦ سنين في تحالف الشمال وعندنا علاقات تاريخية مع الدول الخليج ومعنا الدول العربية مش هقدر بيع ده كله عشان تركيا فمن فضلك لو سمح نعمل عملية تسوية شاملة في المنطقة مصر دولة كبيرة مصر دولة كبيرة الكبر مش بالفلوس والعمق بالمواقف ودولة مصر دولة مصرية دولتك ودولتك دولة كبيرة يوم الرئيس طلع في سيد براني وقال سرت الجفرة خط أحمر خط أحمر خلاص قال خط أحمر الكل العالم كله وقف هو قال قادي الخط سرت الجفرة خط أحمر حدودي أمن القوم يمنفط لكم بسرعة أمريكا بقى على الروسيا على إيطاليا على فرنسا اتفقوا مع بعض بشق السيطين أنا قلت ده خط كله نصاع كله نصاع والإخوة اللي بيين والأمور ما شاه في ليبيا كويس إرادة سياسية حقيقية قوية لا بنبلطج ولا بنقول إن إحنا لا لم بطاح في الأرض لا هنبطح لحد ما عزى الله مصر لا تنبطح وفي نفس الوقت مش عامل نفسي إن أنا لا لا ما بلطج القوة اللي عندي قوة جيشي قوة جيشي هي اللي خلتني هتكلم بقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي كان هاجز بتاعه يقوى الجيش منه هو وزير الدفاع وهو رئيس جمهورية قائد أعلى كانت معناها إنه عارف بيقول إيه وبيعمل إيه ما كانش الرئيس هيقدر يتكلم بهذه القوة وبهذا العنف لو ما ورش جيش قوي وشعب متماسك فاكرين يا مصريين فاكرين جابين مصران ليه بيجيب جيه بيخزن ويجيب سلاح ويجيبوا مبرر سلاح بمليارات ده وقته ويطلع ده عام شاكت إيه ده بنوع مصر السلاح كل هذه الأصوات عليها أن تغفت للأبد وتصمت للأبد هناك رؤية وخطة ودراسة وقراءة واستشراف للمستقبل بتقوم بيه الدولة المصرية لذلك نحن في مأمن في استقرار في استقلال قررنا السياسي قررنا حتى في تنويع مصادر السلاح كل ده محسوب يا مصريين لما يقولك الرئيس مطلوب منك تشتغل بس مطلوب منك تشتغل وهتشوف هنتحك مع بعض والله لنضحك مع بعض المستقبل فتح لنا زراعيه لكن خلينا المتبسكين في قوة عشان نتحرك وانتبهوا أهل الشر كل ما تتقدمه هيزعله كل ما تتقدمه هيخربه كل ما هيحاوله يخربه كل ما تتقدمه هيحاوله يطلعه إشعاعات ننتبه لذلك تعال نشوف تاني القاهرة وضحت أن تغيير السياسة التركية شرط لمصالحة شاملة مع مصر والدول العربية الأوروبية أهو ده مين ده مصادر أهو شرط لازم نصالح الدول العربية والأوروبية اللي هي اليونان وأبرس وفرنسا خلي بالكم من بيحش أصدقائنا أبدا القاهرة أكدت أن المطلوب من تركيا ليس فقط وقف عن دعم جماعة الأخير الإرهابية مش بس توقف عن دعمه لا تسلمهم لي يا حبيبي القاهرة لم تقبل العرض التركي واعتبرته غير كافي لا 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 كلامكم ده مش كافي غيره يبن مسؤول كبير في الاستخبارات التركية عرض تسليم عرض من أعضاء وقارد الإخوان إلى مصر قناها مسؤول كبير في الاستخبارات التركية عرض إغلاق قنوات الإخوان التي تبث تبث من إسطنبول قالوا هنقفل الشارق ومكملين ومأملين ومخيبين ومتنيلين ومبطحين وبيعي قالوا هنقفل قنوات طب سلمونا الناس طب نسلمكم شوية وشوية أنا بقول هذا الكلام وكله سمعني وهم شايفيني هنا بقول لهم جايين جايين يا محمد جاي يا محمد ناصر يا معتز جاي يا زوبع جاي يا هيسن مبخليل جاي يا أيمن نور جاي كلكوا جايين والله والله هتكون حفلة هتكون حفلة رائعة واحتفال رائع والله كل واحد منهم يتسلم أهو عهد أمام الله وندر أنا بندر ندر على الهواء كل واحد منهم ييجي هاتبخروه ووزعه لأهل الله للناس كل واحد من دول يتسلم هاتبخروه ندر أمام الناس كاملا من مال الخاص والله العظيم إبراهيم بيقول لي ده انت هيبقى عايز زريبة كبيرة آه ماهم هم يقعدوا في زريبة أصلا ونجيب خرفة نتباحة لناس ماهم دول أصلا الزرايب هم دول أحزاب الزرايب دول سياسة الزرايب انتو عارفين هذا الكلام اي منور ده عايز عجل اي منور عايز عجل اي منور ما عايز عجل لوحده ده أنا برضو ندر علي أمام الناس ان اي منور لما ييجي مصر ويتسلم هاتبخ عجل وكل واحد من هؤلاء نتبخ خروف ان شاء الله ده والله أمام الله قدامكم جات في دماغي دلوقتي معلنا السفارة المصرية في أنقار استضافت اجتماعات بين وفدين أمنياني من تركيا ومصر تركيا حاولت التواصل مع مصر عبر رسائل شفاهية للقائم بالأعمال المصري في أنقارة إلا أن القاهرة تجهلت هذه الرسائل والله يا مصر دي دولة عظيمة والله هتشرف والله هتشرف المسؤول الأمن التركي أبدى لمصر رغبته ورغبة أنقارة في إجراء حوار أمني يمكن تطويره بعدها لتقارب سياسي مايعه مايعه تركيا تركيا أجرت اتصالا أمنيا على مستوى رفيع جدا مع مصر في شهر يوليو الماضي غيره يا أبراهيم غيره يا أبراهيم مصر اعتبرت العرض التركي ليس كافيا لطي صفحة الخلاف بين الدولتين والدخول في حوار سياسي بينهما تركيا عرضت على مصر تسليم عدد من جماعة الإخوان المتهمين بجراء مرهاب لمحاكمتين أمام القضاء المصري هم اللي عايزين اختاروهم محمد عبد المقصود لا محمد عبد المقصود ده حاجة كبيرة جدا وانتو عارفين محمد الصغير افتكرت يا أبراهيم محمد الصغير محمد الصغير أقصد مش هانا أقصد محمد الصغير اللي أنا مسميه مسميه إيه يا أبراهيم مسميه إيه محمد الصغير مسميه إيه مسميه محمد الرخيص إبراهيم مش مركز معي محمد الصغير أنا مسميه محمد الرخيص ده لو تسلم جه مصر هتبح ايه بقى انا هتبح هندر ايه جمل لانه ده بعير بعير واي من نور بقرة عجل مش مشكلة هدفع ضرائك لا عمدش مشكلة ده لله والله خلصا لله والله لا عمل كده بجد طيب تركيا عرضت على مصر اغلاق جميع القنوات المعادية التي تنطلق من اراضيها تركيا ما قدمن تركيا حتى الان لتحقيق مصالحة بين البلدين غير كافي وعالى انقر الاستجابة للشروط المصرية بتغيير كامل في سياستها يا ايها الناس هذا بلاغ لكم يا ايها الناس هذا بلاغ لكم لقد صارت دولتكم دولة كبيرة دولة ينظر اليها الاخرون باعجاب وفخر واعتزاز هذه الدولة تملي شروطها على الجميع هذه الدولة استمرت في العمل في صمت حتى استطاعت ان ترسخ اقدامها في هذا التوقيت في هذا الزمان بهذا الحجم وتصبح دولة لها مفعول السحر في محطها الاقليمي تتناول وتذاول الملفات بما يمليه عليها امنها القومي هذه الدولة بتفرد شروطها الان على المفاوض التركي وتقول له اغرب عن وجهه وعندما تأتي تأتي بما اشترطتوا عليك واحد تسليم الاخوان تسليم المطلوبين اغلاق القنوات مصالحة الدول العربية الدول الاوروبية خروج من الاراضة العربية وبعدين اتكلم في ترسيم الحدود افخروا يا مصريين بمصر بجد النهاردة المرأة الحديدية ميرال اكشنار اتكلمت النهاردة وقالت لاردوغان قالت له يا اردوغان قالت له يا سيد اردوغان انت متى تتوقف عن مناكافة السيسي متى تتوقف عن شخصانة مشاكلك الشخصية وانعكاسها على مصر بالهجوم والتهجم على السيسي ميرال اكشنار بيسموها في تركيا المرأة الحديدية بتهاجم وبتتكلم وست يعني داود اغله اتكلم وكمالك الاشدار اغله اتكلم وعلي بابجان اتكلم والنهاردة المرأة الحديدية بتكلم كله بتكلم مصر 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 اصبحت مصر قضية امن قومي تركي اصبحت مصر قضية امن قومي تركي حتى عند المعارضة التركية تعالوا اسمعوا ست ميرال اكشنار هي بتقول لأردوغان يا اخي عيب عليك عيب عليك اللي انت بتعمله مع السيسي اسمعوا türk dış politikası milli çıkarlarımızın gerektirdiği bir karaktere bürünecek liderler arasındaki dostluk ilişkilerinin önemini biliyoruz ancak ülkeler arasındaki ilişkinin liderleri aşan bir ilişki olduğunu da biliyoruz bu yüzden parlamenter sistemin ilk adımlarından biri diplomaside işi ehline yani yani liyakat sahibi diplomatlarımıza vermek olacak kişisel ilişkilerin kaprisleriyle değil devlet aklıyla hareket edeceğiz önceliğimiz her zaman türk devleti ve türk milletinin menfaatleri olacak sisıyla esatla onunla bununla şahsi kavgalar yerine türkiye'nin çıkarlarının kavgasını vereceğiz abone ol احمق وبترتكب حماقة قال له سكت على اهانة ترامب ليك فالنهاردة الصحافة اليونانية بتقول عليك اوسخ من كده اللي هو الغلاف اللي جبتلكم بارح فالنهاردة احمد يقول له انت لا تمثل نفسك انت بتمثل تركيا تركيا تهانت مرتين مرة لما اسكت لما ترامب قالك يا احمق ودلوقتي الصحافة اليونانية بتقول عليك ما قال مالك الخمر النهاردة في عندي خبر ارى هذا الخبر من الاخبار المهمة جدا الولايات المتحدة الامريكية الان قررت قررت التفكير الجدي في نقل القاعدة العسكرية الاكبر في تركيا قاعدة انجرليك اللي فيها رؤوس نووية من تركيا الى اليونان ده خبر صادم خبر صارخ ايه؟ الولايات المتحدة الامريكية تبدأ في التفكير او فكرت بتدرس الان نقل القاعدة العسكرية لحلف النيتو قاعدة انجرليك الموجودة في تركيا الى اليونان بما فيها من اسلحة نووية قالوا ليه؟ لان اردوغان حول تركيا الى قلعة مستبدة فوجود القاعدة العسكرية في تركيا محفوفة بالمخاطر ده تبقى لصحيفة او مجلة ناشونال انترست الامريكية قالت ان هذا الكلام بتفكر فيه الادارة الامريكية لانه خايفين ان يحصل صراع داخل حلف النيتو او حرب اهلية داخل حلف النيتو وقالوا انه اليونان قالوا انه تركيا كانت شريك ديمقراطي اصبحت شريك مستبد وقالوا انه هي بتمارس دبلوماسية الزوارق البحرية وده ضد مصالح الولايات المتحدة ويحلف النيتو اذا الخبر اهو باختصار امريكا هتنقل القاعدة العسكرية قاعدة انجليك من تركيا الى اليونان ده الخبر طيب وانا بتكلم برضو على الجماعة الاخوان دول فاكرين الفضائع الايدولوجية اللي قامت بها الاخوان خلال الفترة الماضية في الهجوم على التطبيع وغيره ومصر والسانات والكلام ده كله والامارات والفيلم اللي انتو شون فينه فبعض الناس ومنهم العبدالله اقوله يا كماعة طيب يعني ما هو قطر انتو عندها عندها تطبيع مع اسرائيل قديم وتركيا عندها على قدم له مسيح والسفير وغيره مع اسرائيل يعني عادة وانا بس الناس بفكر الناس فيه بديهيات محدش ما يفكر فيه هو اردوغان مش ده بيقول انا خليفة المسلمين وانا راعي الدين في العالم والقرضاء والناس بدعوله هو ده الخليفة وهو ده صحيح طيب هو ليه ما فكرش يسحب سفيره من اسرائيل ويطرد سفير اسرائيل عنده ده سؤال بسيط جدا يعني يعني زيقين هو صادق القدال فلسطينية والاودس وغيره طيب يا سيدي انت رحت عندهم وبشت الاياد والاقدام وعيط على محاطة مابكة وارض الفتحة اللي تدور هيرتسل وحاطت ورطة على القبر كل ده انت واقمين امراضك ما عنديش مشكلة سياسة طيب دلوقتي يا عم تمشي السفير طيب اقفل السفار طيب خليك راجل ويعمله ما بيعملهاش ومش يعمله لكن مش قصتي اردوغان مش قصتي دلوقتي اردوغان ومش قصتي كل دولة تعملها عايزها قصتي الفلسطينيين وخاصة الاخوان من الفلسطينيين اللي هو مين خالد مشعل واسماعيل هنية وموسى بو مرزو موسى بو مرزو ده كان هو كان زعيم حركة فتحة قبل مين قبل خالد مشعل موسى بو مرزو كان موجود في القائرة منذ فترة موسى بو مرزو زعيم حركة حماس اول زعيم بحركة حماس يعني كان هو اول حركة حماس ما تقول شيئت كان موسى بو مرزو هو اول بيسموه الانتصال السياسي اول قبل طيب موسى أبو مرزو اتكلم على التطبيع وقال ايه انا يا جماعة مش قادر اصدق الاخوان دول لما يعني لما ييجوا يدفعوا واحد لو لقوه عاريا هيقول لك ده ربنا سترو ومش عارف ايه لو لقوا واحد مش عارف هيعمل ايه اي حاجة يعملوا لو واحد بيصلي وعايزين يكفروه هيكفروه واحد كافر عايزين يخلوه مؤمن هيخلوه مؤمن انا بقول لكم يعني الاخوان عندهم والقلق الاعلامية بتاعتهم والشغل بتاع اللي كان بيسميه عصام تليمة بيخسلوا سمع الناس ويشوي سمع الناس بالذباب الالكتروني يسميها عصام تليمة الظباب الالكتروني بفلوس دول عايزين يخلوا عصام تليمة كافر هيكفروه عايزين يخلوه المرشد هيخلوه الله يفاكر هذا الكلام كان عبد المنم ورفضو احد هؤلاء واحد صحبي من الجامعة عبدالإخوان بمندفع فقعدت كاللنت معاه اقنعه باي شيء اقنعه وقال لي تمام والله يكلمك مزبوط يروح يلف لفته ويرجع وقال لي لك هل ما الغلط اقول له مين لقلك يا عم انت كنت مقتنع يقول لي الاخوة قالولي الاخوة بفهمه كتر مني فكانت بايع دماغه عشان كده هم خرفان شكل وموضوعا ويجعب بينهم الفتوح قال لي كده والله العظيم والله العظيم قال لي كده قال لي اذا اردت ان تنظر الى احد اهل الجنة يمشي على قدمين بص العبدالله عبدالنمه عبدالفتوح تانهر يسوي بجد قال لي دا راجل نوراني وملائكي احد الاخوان احد الاخوان قال لي هزا الكلام احد الشباب يعني كان طالب زي كان في كل الطب وكان اخواني وبيقول لي هزا الكلام يا اخي انت مش فاهمين انتو بتظلموا الاخوان وحنا 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 لو انت عايز تبص على احد من اهل الجنة بيه سير على الارض انظروا عبدالمنع والفتوح ايه مولانا قال لي دا راجل افاق قال لي دا راجل والله العظيم تلاتة دا خرج عن العباءة وخرج كذا وكذا اذا اردت تنظر الارض المنافقين انظروا عبدالمنع والفتوح الله يخربوا يتكو في الارض ادي الاخوان اللي بحكيه دا مش بارغي يعني الاخ موسى ابو مرزوق قال بيرد يقول له يا عم انت بتشتم في الامارات وبتشتم في المحرين يا اخي لم نفسك دا قطر اللي انت قاعد فيها يا عم موسى عندهم علاقات دا بتجوزي دا بيناموا في احضان الاسرائيل كل يوم راح رد عليهم رد اسمعوا قطر تحاول ان تساعد الشعب الفلسطيني بطرق مختلفة ولا يمكن ان تساعد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة الا عبر الاحتلال الا عبر اسرائيل وبالتالي بالضرورة هي تتواصل مع اسرائيل لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومن هنا يأتي الموقف الاسرائيلي دائما بانه يشترط لهذه المساعدات ان يكون هناك هدوءا وبالتالي بيكون هناك مقابل لكل هذه المساعدات هناك اشتراطات اسرائيلية وبالتالي تفتح المعابر وبالتالي يزود القطاع بالطاقة والبترول والكهرباء والغذاء والماء وكل ما مستلزمات الحياة وهي مسؤولية اسرائيلية بالضرورة ولكن قطر مساعدة لهذا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هم دول الاخوان قالك الله القطر دي عندها علاقات مع اسرائيل عشان ما صالحنا قطر دي عندها علاقات مع اسرائيل وبتتعالون مع اسرائيل عشان لازم تخش وتدخل في الموضوع يعني دعادي يعني تم هو مصر يا عم موسى اللي كنت قاعد عندنا وضيفينك مصر كان بتعمل هذا الكلام بتشتبه مصر ليه انا بس بشهد الناس يعني الناس حارفين طبعا بس احنا بنقول قادي موسى أبو مرزوق بيقول بحركة حماس بتجد المبررات لقطر ان هي تضاجع اسرائيل ليلا وتشتمها نهار اهو على لسان موسى أبو مرزوق اللي هو مسك المكتب السياسي لحركة حماس النهاردة صحيفة ياني عقد التركية فاكريني مبارا قلتلكوا ايه فيه بيان صدر او تعليمات صدرت للصعف بلاش تهجم مصر مصر صديق ياني عقد النهاردة الغلاف بتاعها النهاردة قالوا ايه السيسي رفر الصلح مع تركيا دون مصالحة شاملة مع الدول العربية الاوروبية واقعوا يشتموا في رئيس السيس النهاردة اهو قال لك انقلابي ومش انقلابي اهو ده ما كمليش 24 ساعة انا مبارا قلت ايه خطوة كويسة خطوة جيدة لكن انا عارف ان هم ثعابين وحياتها يتلونوا وبيتغيروا مالهمش كلمة واقي الاخير قلت كده امبارح قدام حضراتكم النهاردة ممرش يا اخي يا مؤمن من امبارح اللي وققت البرنامج لغاية النهاردة اهو صحيفة يا نعقد التركية قالت ايه السيسي وكذا وكذا وبيشتموا على رئيسنا بهذا الشكل الواقع السافل الحقيقي احنا بس بننقل لحضراتكم اللي بيحصل ايه طيب طيب كده يا ابراهيم بقى ايه ارجع لبلدنا بقى تاني انه نهاردة زيئة اخوان وزيئة اللي بعطلونا يعني الله يعطل حلهم يعني احنا عندنا حاجات كتير جدا الناس المصريين يا جماعة عندهم نخوة وقت الجد وقت الجد هم طبعا بيقولك احنا راجعين مصر والله هم صحة راجعين انتم صادقون راجعين بس راجعين ايه مكبلين متسلمين هتتحكموا كلاب واحد من المصريين الشرفاء بيعملوا اتصالات على مكملين والشارق وغيره بيقول ليوا اتصالات الجماهير دي على الهو المشاهدين تعالوا شوفوه بس هو ايه يعني يعني واحد كده تقول له متشك اتفضل قال له ايه طب يلا انا سمعت كده كويس طيب ليه مش هننزل مصر ليه طب ليه 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 انت بتحكم عليه ان احنا مش هننزل مصر هننزلها ان شاء الله عشان انت تقول امرك كلاب احنا كلاب النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل اجتماعين منفصلين الاجتماع الاول كان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور اهالة السعيد وزيرة التنمية الاقتصادية والتخطيط والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والتعمير والدكتور اللواء امير سيدا احمد مصرشان رئيس للتخطيط العمراني الموضوعات زي ما قال السفير برسام راضي اللي نقشها الرئيس مع الحضور بحضور رئيس الوزراء تنمية اراضي الساحل الشمالي الغربي ده كان كده سيدا احمده اللي عايز يعمل حاجة يعملها اللي عايز يبني يبني وشركات من غير تخطيط اللي هو الساحل الشمالي الغربي من مارينة كده ومطروعه الغربي كيف ننميه ده كان موضوع الرئيس بيدرسه وبراجعه معه الجهات المعنية المشروع الثاني هو مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام مشروع سياحي ضخم جدا هينقل مصر نقلة مختلفة والمشروع الثالث اللي اعرضته الدكتورة هالة السعيد هو مشروع هو صندوق مصر السيادي وآخر المعطيات وآخر الطورات فيه ده كان الاجتماع الأول اللي قامه السيد الرئيس في قصر التحدي الاجتماع الثاني كان بحضور برضو رئيس مجلس زراء الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اللواء خالد عبد العالم محافظ القاهرة واللواء أمير سيد أحمد مشار رئيس للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية القوات المسلحة الموضوعات اللي الرئيس نقشها معهم النهاردة المناطق العشوائية وغير الآمنة في محيط القاهرة كيف؟ كيف؟ أهو يمكن الرئيس بيقول كده استخدم كده لنفس تغيير واقع الناس تغيير واقع أهلين في المناطق العشوائية وغير الآمنة في محيط محافظ القاهرة تغيير واقع تلك المناطق توفير السكن اللائق للمواطنين والارتقاء بمجمل أحوالهم المعيشية والإنسانية وذلك تأسيسا على التجارب الرائدة الناجحة التي قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار على مستوى كافة محافظات الجمهورية ده من اللي بيقول الرئيس بيقول الخالد عبد العالم محافظ القاهرة والوزراء مصطفى مدبولي وزير الإسكان احنا قضينا على جزء جميل جدا من المناطق غير الأمنة والمناطق العشوائية لكن كيف نقضي على كل العشوائات اللي في محيط محافظة القاهرة ونوفر سكن آدمي للناس ده كان محور حديث الرئيس النهاردة في الاجتماع الثاني اللي تم فيه قصة الانتحادية الموضوع الثاني هو تطوير القاهرة التاريخية اللي هو الفسطات ومتحف الحضارة اللي ان شاء الله ينقل مصر نقلها إلى ويحاول القاهرة إلى عاصمة تاريخية للدولة المصرية والمشروع الثالث اللي نقشه مع اللواء أهب الفار هو مدينة الجلالة وكيف يمكن أن نستفيد من البنية التحتية اللي موجودة في مدينة الجلالة رئيس برنامج الغذاء العالمي قال أنه عمل فيلم ترويجي بعنوان هناك أمل رئيس برنامج الغذاء العالمي نشر فيديو ترويجي عنوانه هناك أمل بيكلم فيه على قوة قطاع الزراع المصري قوة قطاع الزراع المصري والغذاء وقال سيد بيزلي في تغريته نشرها عن وضع الغذاء في مصر الغذاء قوي يبني السلام يعزز الاستقرار يجلب فرص العمل وفق كل شيء يمهد الطريق للمستقبل اكتر اشراق ده التغريدة اللي عملها السيد ديفيد بيزلي وعمل الفيديو ونشره المفروض احنا في مصر ننشر هذا الكلام ننشر هذا الفيديو فيديو بقول هناك امل ده مين اللي بيقول رئيس برنامج الغذاء العالم اهو اهو ده المفروض ننشره يا اخ محمد باسيوني عايزين ننشره من فضلك وننشر هذا الكلام ننشره بقول هناك امل بيتكلم اهو الناس شغالين على اللوح الرقمي سمعون يا وليد سمعون يا وليد بيتكلم اهو الناس جديد . . . . ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 خلفان الاخوان وانا اظن بعد نفوق خلفان الاخوان اصعار البرسيم ستهوى هتنزل خلاص معهو خلاص خلصتنا انا بقول للناس يا جماعة روحوا وشوفوا رقاعد قناة الجزيرة انا باسأل سؤال واسأل سؤال لكل الناس اللي بسمعوني وخاصة الناس قانونيين لما يجي واحد يتصل بمزيع في قناة الشرق ويقول له هل هل قتل كده بالزبط هل قتل الرئيس حلل ولا حرام تخيله ده اعلام تخيله دي اخبار صناعية تخيله دي دول لما تركيا يتقال فيها على قناة بتطع من اراضيها واحد بيسأل مفتي قاعد قدامه عصامة الليه ما بيقوله هل قتل الرئيس حلل الله حرام يقول له روح اعملها وانا هبريك لك ده دعوة للقتل ولا مش دعوة للقتل دعوة للتخريب ولا مش دعوة للتخريب انا هذه المكالمة بهذه الفتوى فتوى على الهوى بقول هذا دين دي لازم تترجم بكل اللغات تطلع للمجلس الدولة في تبعاتها ليه المختصين في حقوق الانسان والمجلس السامع والبصري الاوروبي لانه احنا لابد نتحرك بشكل واعي وده موجود عندنا دلوقتي وهنترجمه بكل اللغات ونبعثه ازاي تصدر فتوى فتوى على الهواء من قناة وغدا ترخيص من امر صناعي اوروبي على اراضي دولة عضو في الامم المتحدة واحنا سكتين لا يمكن لن نسكت على هذا على الاطلاق المهم مصر بخير مصر بخير كل سنة ومطايبين دمتم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة